كيف وصل الإنسان المصري إلى هذا اليوم الفارق في تاريخ الدولة المصرية 25 أبريل 1982 اللي وصلنا لهذا التاريخ إن سينا راحت مننا في 5 وينيو 67 وما راحت اكتشافنا إن الأمر تم تحت علم وبصر كل العالم اللي اندحك عليهم بس العرب والمصريين هم اللي اندحك عليهم وسينا تسرقت وسينا ما كانتش النهاية سينا كانت البداية فالأمر كان تحت سمع وبصر جميع أدركت مصر هذا إنها دخل المعركة القادمة منفردة مع إخوانها العرب فقط عشان كده كان الترتيب إن ما نقدرش نحارب إسرائيل اللي الدنيا بتسلحها كل أحد بيسلحها بطريقة عشان تكون أقوى مما يحطون يحيطوا بها هنا كان القرار اللي أخده القائد الأعلى القوات المسلحة وأمر به القوات المسلحة المصرية عدوا شارق القناة خدوا شبر من الأرض ما ترجعوش منه ومصر تحل المشكلة التنمية في سيناء كيف يراها سيادة بلواء ناجي شهود أنا محتاج من الجيل ده اللي عاصر هذه المشاكل وعاصر أزمات 2011 حتى هذا اليوم يحطي لي خريطة شكل مصر كمان مئة سنة ومئتين سنة شكل مصر السكانيا عدتهم هيودة إيه اقصاديا زراعيا صناعيا كل ما يخطر على بالك الأمن في مصر يكون شكله إيه أحط الخريطة دي ومن هي خريطة عقلة منطقية تقبلها كل العقول يبقى الأجيال اللي جاية ورانا هتنفذ وتسعى لتطبيق هذا الخط ترجمة نانسي قنقر